من الأجزاء المهمة جدا في أي جهاز هو الجزء بتاع الباور سابلاي الباور سابلاي يعني ديزاين بتاعه بيفرج جدا مع الجهاز في الريليابيليتي بتاعته في البرفورمس بتاعه ببعض الأحيان فمهم جدا نحن نفهم هو بيتصمم ازاي الاجزاء الباور سابلاي او الجزء بتاع الباور سابلاي بتصمم عن طريق حاجه بنسميه الباور كونفيرجن سيركيز الباور كونفيرجن سيركيز لها ثلاثة أنواع والثلاثة أنواع دول كلاسيفايد على الطريقة بتاعه الإيمبوت والاوبيت الفولتجز بتاعته معاملة ازاي فممكن احنا نلاقي ان فيه نوع بنسميه AC-DC باور سابلاي يعني من AC يعني alternating current غاية direct current باور سابلاي يعني بياخد مثلا الـ 220V 50Hz ويطلع لنا في الآخر 5V DC مثلا او ممكن يكون DC DC Converter يعني ممكن ياخد 5V مثلا ويطلع لي اي V تاني يبقى برضه DC DC Voltage ده ممكن يكون اكبر من او اصغر من الخمسة دي او ممكن يكون negative يعني ممكن الخمسة دي اخد منها 12V ممكن اخد منها ناقص 12V ممكن اخد منها ناقص 5V او ممكن اخد منها اي V تاني بس يكون DC فدي بسميها دي ازاي بتاع DC DC Converter في نوع ثالث اللي هو DC AC Inverter ده بياخد DC ويطلع علينا AC ده بيبقى ازاعات هدفه ان انا ممكن ان انا بيبقى عندي بطارية وممكن ان انا اطلع بيها مثلا 220 على اساس ان انا ممكن مثلا زي مثلا الـ UPS مثلا موجود مع الكمبيوتر مثلا الـ Under Interruptor Power Supply ممكن يطلع لي باور في حين ان الباور الاصلية تكون مش موجودة ده طبعا مش مجالنا اول ان هو ده مش موجود في الاجهزة ده موجود كاجهزة مستقلة بذاتها فهنركز على الجزء الاولاني اللي هو الـ AC DC Power Supply و DC DC Converter الـ AC DC Power Supply بيبقى فيه كذا جزء الحقيقى الجزء الاولاني هو جزء تاع Rectification بناخد الـ Incoming AC Line Voltage ونحوله الـ DC Voltage التحويل ده بيتم عن طريق Diodes ومهميته بس انه هو بدلا ما يكون عندي الـ Current ممكن يبقى ماشي في الـ Post Forward وفي الـ Backward Directions لا انا عايزه يبقى ماشي في Direction واحد بس ده طبعا احنا شفنا في الـ Electric Circus ممكن نعمله بـ Full Wave Rectifier او في Half Wave Rectifier طبعا Full Wave Rectifier Efficiency بتاعته تبقى احسن بعد كده او ممكن يبقى قابل حتى Rectification لازم نعمل Voltage Transformation يعني احنا عاداتا بيبقى لما كون مساء عايزه يطلق 5V ما منطلقاش الـ 5V Directly من الـ 220 لا ده احنا بنعمل Transformation الفولتش ذوت يبقى قريب من الخمسة فولت دي خليها مثلا 12 ولا حاجه وبعد كده نعمل لها بعد كده المراحل التانية بتاعت نحنا نعملها Regulation فعاماتا Voltage Transformation ده جزء مهم جدا في الـ AC DC Power Supply وعاداتا بيتم عن طريق ان احنا بنساعمل Transformation وقابل الجزء بتاع Rectification الجزء التالت نحنا بنعمل Filtration Filtration ده هدفه ان احنا بنحط حاجه زي Lopass Filter كده هدفه ان هو يعمل Smoothing للـ Ripples الموجودة في Rectified Voltage احنا عندنا هنا طبعا لو بنعمل مثلا Full Wave Rectification بيطلع علينا الفولتش بتاعنا شكله عبارة عن Ripples فاحنا عايزين نعمل حاجه تخلي الـ Ripples دي بقى شكلها احسن شوية ممكن يبقى لو حطينا حاجه تعمل Lopass Filtering او نعمل يعني Smoothing شوية للحاجه اللي موجودة اللي بيحصل هي في الاخر بتطلع حاجه شكلها قريبة من الـ Voltage اللي احنا عايزينه بس بيقى فيه حواليها Ripples تبقى عنيفة شوية فاحنا بنحتاج بعد كده مرحله بنسميها Regulation الـ Regulation step دي هدفها انها تـ Control output voltage to a constant level Irrespective of the line load and temperature changes طبعا احنا بالنسبة لنا لازم ناخد في اعتبارنا ان الحاجه اللي احنا بنعملها دي ممكن يتسحب منها current قليل قوي ممكن يتسحب منها current قريب قوي ممكن يتسحب منها current قريب قوي من maximum limit بتاعها فاحنا عايزين الـ Voltage بتاعنا دوت يبقى regulated او يبقى ثابت regardless of انا بسحب منه current قوي فبحتاج ان انا نعمل بقى circuit معقدة شوية بيبقى فيها feed back loop بحيث انها دايما تخلي الـ Voltage بتاعي اللي هو اللي طالع من power supply ده constant regardless of load current بتاعي عبارة عن ايه وطبعا ممكن دي تختلف برضو نخلي بقى انه ممكن تختلف باختلاف الـ Voltage input يعني ممكن الـ Line Voltage اللي هو الـ 220 مسلا ممكن ينزد شوية بقى 200 مسلا فطبعا الـ Efficiency بتاعي الـ Regulation اللي انا بستعمله بتقولي ان انا ممكن يعني كل مكان الـ Efficiency اعلى كل مكان يعني الحاجة اللي طلعا لدي تبقى constant regardless of any variation في الـ Input او في الـ Load current بتاعيه بتاعي الـ Power Supply دوت من الحاجات المهمة برضو الجزء بتاعي الـ Isolation Isolation دوت هدفو ان احنا الجزء بتاعي الـ 220 مايبقاش in contact مع اي حاجة جوه الجهاز فاحنا في الـ Supply بالذات لو احنا استعملنا في الجزء بتاع الـ Voltage Transformation ده استعملنا يعني ترانسفورمر ما هواش Auto Transformer يعني يبقى فيه Physical Gap بين اللي هو الـ Primary secondary بتاعه احنا قريدي بنعمل هنا جزء بتاعي الـ Isolation لو ما كان شيء لو احنا بنسامل Auto Transformer هنا في الجزء بتاعي الـ Voltage Transformation يعني هنلاقي ان احنا لازم نعمل حاجة بنسميها الـ Isolation Transformer مستقل خالص في الـ Input بتاعنا بحيث ان احنا نعمل Isolation Isolation ده هدفو ان احنا نخلي الماكر بتاعتنا Safe وكل الاجهزة الطبية By the way هنلاقي ان هي لازم كـ Requirement فيها انها تكون Isolated لازم الباور تبقى Isolated لو هي بتستعمل Auto Transformer يعني ترانسفورمر من النوع اللي بيبقى فيه الـ Primary secondary على الـ Same winding على الـ Same يعني الـ Same coil بيبقى متقسم جزء كده وجزء كده بنحتاج نحنا نحط في الـ Input بقى حاجة زي One to One Transformer كده مجرد بس ان هو بيخلي فيه Physical Gap بين الـ 220 وبتوين الجزء اللي بعد كده بعمل له Regulation ووصله بعد كده يبقى هذا Low Voltage بستعمله في الـ Circuit بتاعتي بيبقى فيه جزء اخير بقى ان هو جزء بتاع Protection ده بيبقى بيبريفنط Damaging Voltage Surges from Reaching the Output Provide Backup Power or Shut Down During Brown Out الكلام ده كله بمعناه ايه كلام ده؟ بالتكلم عن الـ Brown Out اول حاجة ان الـ Voltage ينزل للـ Level قليل قوي يعني مثلا مثلا 220 دي تنزل مثلا تبقى 120 مثلا اوكي يعني تنزل 100 Volt الـ 120 دي لو انا بسيط للـ Regulation عمر الـ Regulation هياخد نصف الـ Voltage وصلال لنفس الـ Voltage في الـ Output لا هيلاقي الـ Regulation بقى ملخبط بقى الـ Output بتاعه مبقاش مظبوط فلازم ان انا في الجزء بتاع الـ Protection ده هو يسنس ان الـ Voltage بتاعه يقل من حد معين يبقى يوقف الـ Power Supply Cool او ان هو الجزء بتاعه مثلا ان احنا لو فيها عندي Voltage Surge لو انا مثلا 220 دي جات لي 300 فجأة جالي فيها عليها Surge 300 Volt 300 Volt دي بتبقى Very High Frequency Surge يعني Very High Frequency Pulse فلو انا سبتها كده ممكن تطلعلي في الـ Output وده خطير جدا الحقيقة فده طبعا لازم احط مثلا حاجة زي يعني Inductors أو شوية Filters يعني عموما في الـ Right Beads مثلا او لحاجة بحيس انها تسلو داون الـ Surge دي ما توصلش في الـ Output بتاع الـ Power Supply عموما الجزء بتاع الـ Protection دا فيه شغل كتير الحقيقة ويعني في اعتقادي ان هو مش هيبقى مجالنا قوي لان هو فيه تفاصيل كتيرة ممكن ان هي تبقى Advanced شوية فمحتاجين احنا نفكر في الحاجات القابل كده وبعد كده اللي يبتلي بعد كده اللي يحب يقرى بقى في الجزء بتاع الـ Protection دا يقدر يعمل كده الـ AC DC Power Supply Ideally مفروض ان هو بيبقى بحاجة بالشكل كده كده يعني بيبقى Already بيبقى عند Voltage معين يعني Voltage Output مثلا بيبقى ثابت في حد معين ولو انا عملت Loading يعني عملت Maximum Loading دا بينزل كده يبقى يعني ممكن ينزل يبقى مثلا يعني فيه Delta V هنا Error موجود عندي في الـ Output Voltage Load Regulation بيتعرف ان هو Delta V Output على V Output وده طبعا بيبقى متحدد له أرقام متبقى غالبا متبقى أرقام صغيرة متبقاش أرقام كبيرة وطبعا دا بيحدد لي جودة الـ Power Supply بتاعي فطبعا دا بيبقى الـ Idea Power Supply لازم يبقى Supply Smooth وConcent Output Voltage Regardless of Variations in the Voltage Load Current or Ambient Temperature 100% Conversion Efficiency طبعا الـ Efficiency عمره ما تبقى 100% طبعا وعمري ما هذا يطلع Concent Output Voltage مع كل الـ Parameter اللي بتتغير دي لو عندي الـ Voltage الـ Input بتاعي تغير أكيد الدنيا تتغير وطبعا ممكن يبقى في الـ Output بتاعي نتيجة لأننا الفلتريشن بتاعي عمري ما بيشلي كل الـ Ripple تماما فألاقي في الآخر شوية Variations كده موجودة على الـ Super Imposed على الـ Output بتاعي فدي طبعا مهم جدا ان انا اسهل وحطها برضو كبرامتر ان انا بكاركترايز به الـ Power Supply بتاعي فالـ Ripple Voltage اللي هو الـ Peak-to-Peak Voltage بتاع الـ Ripple اللي موجود الـ Super Imposed على الـ Output Voltage ده واحدة برضو من الـ Parameters اللي انا ببص عليها علشان أعمل Evaluation للـ AC-DC Power Supplies أبسط نوع من أنواع الـ AC-DC Power Supplies هو Linear AC-DC Power Supplies بيبقى دايرة بسيطة جدا عبارة عن Transformers بيعمل لي الجزء بتاع الـ Transformation احنا كلمنا عليه 2-Diodes بالشك دا بيعملو بي Half-Wave Rectification علشان اعمل جزء بتاع الـ Rectification بيبقى فيه Capacitor هنا عشان يعمل لي Initial Filtering اللي هو كلمت عليه برضو بيبقى فيه بقى جزء بتاع Linear Regulator بيبقى فيه مجموعة من الـ Chips كده بقدر انا اشتريها مباشرة كل واحدة بتبقى Defined بالـ Voltage بتاعها يعني 78L05 دي بتقولي انها بتطلع لي Plus 5V برضو نفس الكلام 7805 ممكن انها تيجي في package تانية بس ممكن لو انا اسحب نفس الكلام كبير ممكن يبقى فيها Heat Sync كمان فلو انا جدت مثلا 79L05 دي بتطلع لي negative 5 فعندي بقى مجموعة من الـ Standard Voltage بس كده موجودة بحيس اقدر اجيب لي كل واحدة فيها Linear Regulator بتاعها بحيس انها تطلع لي هنا على طول مباشرة DC Output Voltage Regulated بشكل مظبوط طبعا بحط هنا Capacitance في الـ Output على اساس انها هي كباستر كبير يعني مش كباستر صغير بحيس ان هو يسموذ الـ Output ده Further ويخلي عندي هنا يعني Storage كده بحيس لو في حصل Drop مثلا هنا فاكهة مثلا حصلي Glitch مثلا نزل Volt بسرعة ويطلع ممكن ده ان هو يعمل Isolation للـ Pulse دي وما يخلاش تبقى عندي في الـ Output بتاعي طبعا ممكن نفس الـ Design ده هو هو نعمله Full Wave Rectification يطلع لي حاجه بالشك ده كده في عندي اربعة Diets نفس الكلام بالضبط هو هو وباسيكلي الـ Efficiency طبعا بتاعي الـ Design ده بتبقى احسن بكتير لان انا بستعمل الـ Wave اللي في الحالتين بستعمل الـ Wave اللي في الـ Positive و Negative طبعا هنا نفس الحكاية بس نقطة ان هنا يعني برضو بيبقى في عندي فرق في الـ Output Voltage بتاعي بين هنا وبين هنا طبعا بكلم على الـ Linear Voltage Regulator دي بتاكت as a variable resistance between the input and the output and as it provides the precise output voltage الـ Limitations باعتها الحقيقة انها very low efficiency وعادتا بتبقى large size طبعا بعد الوقتي فيه نوع من انواع الـ Linear Regulator بيسميه Low Drop Out Regulator الفكرة في الـ Efficiency بتاعته تبتيجي من ايه؟ انه هو ممكن ياخد هنا مثلا 9V ويطلع من هنا خمسة فمعنى كده ان فيه Drop هنا 4V وده ممكن يكون بيطلع واحد امبير او اثنين امبير او فلو انا بسيت على الـ Linear Regulator نفسه بيستهلك ايه؟ الاقي ان عندي الـ Voltage في الـ Current هلاقيه رقم كبير هلاقيه بيكلم مثلا على 4 او 8 وات حسب الـ Current اللي طلعيه في الـ Output فبنتكلم عن رقم كبير جدا ضايع في الـ Linear Regulator وباضطره علشان احط هنا يعني Heat Sync علشان الـ Heat اللي بيبقى جنريتد جوه الـ Chip نفسها يبقى Dissipated فمعنى كده كل الـ Heat اللي هو Dissipated ده ده Loss of Efficiency ودي حاجة فيها مشكلة الحقيقة المشكلة التانية الحقيقة ان احنا علشان الـ Efficiency ما هياش حلوة بنتطر ان احنا يعني بنحط بقى اللي هي الـ Heat Sync اللي بيبقى حجمها كبير فمعنى كده حجم الـ Regulator نفسه بيبقى كبير فدي الحقيقة عيب تاني موجود في الـ Linear Regulator بس الميزة الاساسية طبعا بتاعته ان هو بيطلع لنا Voltage في غاية الدقة ويبقى ممتاز جده بنحيه بنحيه الجزء بتاع الـ Ripple Factor او جزء بتاع الـ Regulator بتاعنا اللي هو Voltage Regulation بتاعنا بتاع الـ Output بيبقى في ميزة وفي قصدها كده بيبقى في بعض العيوب في الحقيقة ابتدى الـ Switching Move Power Supplies تبقى More Common عن Linear Regulators اللي كانت كنا نتكلم عليها دلوقتي في ديزاين بتاع الـ Power Supplies والحقيقة لو احنا جينا عشان نبص كده للمقارنة بينهم عشان هتخيل ليه الناس تحب انها تروح للـ Switching Mode Power Supply اكتر لان هنلاقي مثلا عندنا هنا الـ Linear Regulator بيتميز بان Line Regulation بتاعه حلو جدا ممكن يكون احسن بكتير من هنا يعني بتكلم علي انه اقل من Switching Mode Power Supply Load Regulation هنا بنتكلم اقل كتير جدا برضو من هنا يعني معنى كده هنبتكلم علي انه هو Regulated احسن بكتير جدا من Switching Mode Power Supply الـ Output Ripple بتاعي نفس الكلام هنلاقي ان هو اصغر بكتير جدا من هنا انا ممكن نلاقي ان هنا الـ Peak بتاعت الـ Ripples هنا اكبر Peak ممكن تطلعلي في الـ Ripples هنلاقي ان هي اقلل بخمس مرات من الحاجه اللي ممكن تطلعلي من Switching Mode Power Supply الـ Input Voltage Range ده ممكن يبقى Plus Minus 10% بتاعينا بقى نشوف ان Switching Mode Power Supply ده ممكن يبقى رانجي بتاعه اوسع ممكن يبقى الـ Input Voltage يبقى Plus Minus 20% وما يحصلش تغيير في الـ Output طبعا دي حاجه ميزه مهمه جدا لو انا بتكلم ان انا هشغل الـ Power Supply ده في مكان الـ Power Source بتاعه ما هواش Stable الـ Efficiency في الـ Linear Regulators بنتكلم من 40% إلى 55% لا هنا بقى في Switching Mode Power Supply بنتكلم من 60% إلى 95% يعني ممكن هنا يبقى ضعف الـ Efficiency بتاعت هنا وده طبعا ميزه هيله جدا بالنسبة لـ Switching Mode Power Supply الـ Power Density بتاعتي اللي هي بتعبرلي يعانى ان انا قدر اطلع Power Add A من دايرة حجمها Add A يعني الـ Power بالنسبة للـ Area بتاعت الدايرة بتكلم هنا ان هي 0.5W هنا بتكلم على من 2W ل 10W يعني بتكلم هنا ممكن ده يبقى 20 مره في الـ PowerDensity Add هنا دي طبعا حاجه مميزه جدا جدا ويعني المسال على كده الحقيقه لو احنا بصينا على الـ Power Supply بتاع الـ Power Supply بتاع الـ Power Supply بتاع الـ ممكن تطلع لها 300W وحجمه صغير جدا ووزنه صغير جدا لو انا حاولت اعمل Power Supply 300W باستعمال Linear Regulator ده يبقى عباره عن جهاز كبير اكبر من الـ فالحقيقه يعني الـ PowerDensity واحده من المزايا المهمه جدا جدا في الاستعمال بتاع الـ Switching Mode Power Supply الـ Transient Recovery رجعنا التانى بقى Linear Regulators بتبقى هنا أحسن من هنا يعني هنا 50 ميكروساكين لو حصل transient يعني مثلا حصل ان الـ Voltage نزل وطلع او حصل ان في عندي glitch لا هنا بيبقى احسن احسن الهولد اب تايم بنتكلم على هنا 2 ميلي ساكنز وهنا 34 ميلي ساكنز بنتكلم على يعني الحاجات اللي هي التانية هي المهمة الحقيقة بنتكلم على ان في الاخر ميزة الاساسية الواضحة بالنسبة لنا في سويتش يموت باور سابلاي بنتكلم على ان الافيشن ستاعته اعلى بكتير بنتكلم على ان حجمه بيبقى ازغر بكتير كمبيرد لينير ريجولياتور في بعض الديزاين زيبقى المتقدمة بقى في الهجهزة الطبية بنلاقي ان احنا بنستعمل سويتش يموت باور سابلاي وبعد دي بنحط حاجة اسمها لودروب اوت لينير ريجولياتور بحيث ان نخلي الفولتج يبقى ماش سمودر فاحنا كده بنجمع المزايا بتاعت الاتنين يعني يبقى في عندنا سويتش يموت باور سابلاي بطلعنا فولتج بالمواصفات الموجودة في التابل ده هنا وبعد دي بحط واحد من دول بحيث ان هو يخليلي بقى بحصل ويقبطوا منو عى الرجوليشن مظبوط اللي انا عايزو و ELTRAC THAT اللي انا عايزو وف نفس الوقت تبقى منتين الافشنسي بتاعت السويتش يموت باور سابلاي اللودروب اوت ده بيبقى الفولتج اللي عليه بيبقى اصغر بكتير قوي من الفولتج في الرجولياتور العادية فمعنى كده ان الافشن سويتش يموت باور سابلاي فبرضو بيبقى عندي ميزه فيه الحقيقى انه هو ممكن ان هو يعملي مع مع الـ Switching Mode Power Supply يعمللي Regulation ممتاز جدا بـ Loss of efficiency يبقى مش كبير الفكرة الأساسية بتاعت الـ Switching Mode Power Supply هي Pulse Width Modulation الـ Pulse Width Modulation معتمدة ان انا عندي هنا فيه Switch وهنا فيه Power Supply الفكرة ان انا دلوقتي لو انا عملت Switching هنا بطريقة منتظمة يعني عندي مثلا فيه Period بتاعت الـ Switching ده ثابتة وبغير انا الـ Width بتاع الـ الوقت اللي بيبقى فيه Switched On ده ممكن في الآخر يخليني اشوف Average Voltage هنا على الـ Output بتاعي عبارة عن الـ Average بقى بتاع الـ Waveform دي فالـ Average بقى الـ Waveform دي هو عبارة عن الـ Voltage Input ده مضروب في T-On على Total T يعني T-On اللي هي المسافة بتاعت الوقت اللي بيبقى فيه Switched On او بيبقى فيه Voltage applied على الـ Output على Total T اللي هي عبارة عن الـ Period الكاملة بتاعتي بتساوي كامل فدي الحقيقة فكرة مهمة جدا وبتسمح لي ان انا اقدر ياخد اي Voltage وحول له اي Voltage تاني بمجرد ان انا اغير Switching Frequency او اغير Switching Pulse Width Modulation يعني Pulse Width بتاعي يعني بغير Pulse Width بتاعي اللي هو في الاخر بسميه Pulse Width Modulation علشان في الاخر احصل على Voltage اللي انا محتاجه في الـ Output طبعا ده يفسر لنا ان احنا ممكن نتحكم بنفس Voltage Input نقدر نتحكم في الـ Output بدلالة الـ Switching Frequency والـ Switching Pulse Width Modulation بتصامم ازاي؟ اول نوع في Switching Move Power Supply هو حاجه بسميه الباك ريجيليتر الباك ريجيليتر عباره عن Switch بشكل ده كده بيبقى فيه عندي هنا IC بتحددي Switch ده بيفتح ويقفل الامتة بيبقى فيه Input Voltage بحط هنا Diode بحط هنا Inductance وحط هنا Capacitance مع اللوت بتاعي Imperial مع اللوت بتاعي ده الـ Output ده اللوت بتاعي بيبقى موجود هنا لو انا دلوقتي كان عندي Switched On Switched On معناها ايه؟ الـ Q دي هتبقى Short Circuit يعني هنا يبقى فيه Short Circuit هنا بدل الـ Q دي لو ده بتكلم عن ده ان هو On فمعنى ان فيه هنا Short Circuit هنا ده Diode Reversipized فمفيش كرنة هيمشي في الـ Direction ده فمعنى كده الـ Current بتاعي هيمشي في الـ L هيمشي في الـ L ويبتدي ايه؟ ايش هنسي الـ Capacitance بعد فيبتدي عندي لما يكون Switch بتاعي On على ان الـ Current بتاعي في الماشي في الـ L ده يبدي يزيد اوكي؟ اول لما Switched Off لما Switched Off يبقى معنى كده ده بقى Open Circuit بقى ما بقاش فيه سكة دلوقتي ان الـ Current يمشي كده طب دلوقتي فيه عندي هنا Current ماشي في الـ Inductor واحنا عارفين من خصائص الـ Inductor ان هو بيرزيست اي تغيير في الـ Current اللي ماشي فيه فالـ Current اللي ماشي في الـ Inductor ده لازم يمشي بشكل ماي لازم يلاقي سكة عشان يمشي فيه فهيلاقي ان عنده السكة دي يمشي فيه لان الـ Diode ده كده بيبقى في الـ Circuit دي يسمح له ان هو يمشي Current بالشكل ده كده فهيلاقي ان في الفترة اللي احنا قفلنا فيها ما بقاش فيه هنا IQ ده بقى بصفر هلاقي ان الـ Current بتاعي ID هو اللي ماشي دلوقتي ID بتدي من نفس الـ Value اللي انتهى بيها الـ Value اللي كانت هنا دي كده يعني الـ Value دي بالضبط هي الـ Value اللي بتديد بيها وطبع نتيجة لان هو هنا يعني الـ Current ده ماشي مفيش اي حاجة بتعمله Supply فمعنى كده هبتدي يقل لان هو فعليا بيبقى فيه الوصص طبعا في الطريق اللي هو ماشي فيه دوت فبتدي يقل بشكل كده كده لغاية لما اوصل للنقطة اللي انا بقى Turn it On فيها تاني فبتدي يطلع تاني وهكذا فلاقي ان الـ Current هنا بيطلع وينزل لو انا شفت بقى الـ Capacence اللي هنا دي بتشحم بمقدار قد ايه بلاقي انها في الاخر ممكن ان انا اوصلها بنفس الفكرة اللي انا شفتها قبل كده ان انا ااخد الـ Average بقى بتاع الـ Pulses اللي انا يعني بشحن فيها الـ Capacestor دي بتساوي كان طبعا في الاخر طبعا انا بشحن هنا وبعد كده في الاخر يعني يعني بشوف الـ Average في الاخر يعني هو في الاخر الحاجة اللي انا شايف على الـ Output هي الـ Average بتاع الـ Waveform اللي هي اللي موجودة هنا دي وخاصة دي تبقى سريع جدا يعني بنكلم مثلا على Switching Frequency مثلا بنكلم من 50 لـ 100 كيلوهرتز فبنتكلم على ان هي فعليا في الـ Output بيتبالينا حاجة بالشكل ده كده حاجة الـ Voltage بتاعنا بيطلع وينزل بالشكل ده كده وبنبص بقى الـ Output Voltage بتاعنا هو بيبقى V Average بتاع الـ Waveform دي فطبعا دي حسب الـ Switching بتاعي يبقى خلي بقى هنا الفترة الـ On بالنسبة للـ Off قد A بتحكم في الـ Voltage ده لنا هو يبقى اكبر اصغر من الـ A من الـ Voltage اللي يدخلي في الـ A اللي يدخلي هنا ده فهنا بتكلم ان هو لو انا خليت ده OnTool الوقت هنوصل الى ده يبقى هو نفسه ده لو انا ما خليتهوش ده كده طبعا حابفين الـ Current اللي هنا ده معتمد على يعني معتمد على الـ Raid بتاع يعني لو كان فيه هنا بين الـ الطرفين دول بيبقى فيه عندي الـ Voltage ده بيساوي الـ Voltage ده يبقى في الاخر مفروض ان هو يعني يعني current ده خلاص مش هيبقى ماشي هيبقى خلاص ما مش محتاجين احنا ممشي current هنا خالص ففعليا بنبص على هو current ده عبارة عن I بتساوي L أو L di dt بتساوي الـ Voltage فلو انا عندي الـ Voltage ده بيساوي صفر الـ Voltage difference ده بيساوي صفر يبقى معنى كده di by dt بيساوي صفر يبقى معنى كده الـ current ده يفضل ثابت مش هتغير ايه current ده يبقى ماشي في الـ load مش هتغير ايه current ده يبقى ماشي في ايه حتة تانى ففي الاخر هلاقي عندي في الـ buck regulator بنعمل switching بحيس ان احنا current اللي هنا دوت في وقت بيشحن الـ capacitor دوت وفي وقت تانى الـ capacitor ده يبتدي هو يفرق في ايه في الدايرة دي وفي الاخر average بتاعي هو اللي بيحدد لي output voltage بتاعي بيساوي كام برضو من الحاجات المهمة اللي ممكن نتكلم عليها في الجزء دوت ان احنا عندنا الـ switching اللي بيحصل هنا بيعتمد على الـ voltage اللي هايزينه هنا بكام فبناخد feed back من هنا بشكل ما يعني بنحط عادة sense resistor مثلا او حاجة في الدايرة اللي ايه بتاعت الـ load او across الدايرة بتاعت الـ load يبقى حاجة تعمل ليسنسنج للـ voltage ده بيساوي كام بحيس انها في الاخر اكمبارت الـ reference معين وفي الاخر ICD بتحدد لي هي الـ on time بتاعي بناء على الـ comparison اللي بيحصل بين الـ voltage اللي موجود فعليا طلع من الـ circuit وreference voltage انا عارف ان انا عاوزه يطلع في ال output بتاعي نوع تاني من انواع الـ switching mode power supplies هي حاجة بسميها post regulator بيبقى في عندي الـ inductor relative للـ switch relative للـ diode وطبعا دي الـ components الأساسية بيبقى فيه دايما الـ inductor بيبقى فيه switch بيبقى فيه دايود بيبقى فيه capacitor هو مدر الـ components الأساسية مع طبعا الـ control بتاع الـ switch دوت فلو بسيت على الدايرة دي هلاقي ان انا لو فرضا الـ switch بتاعي دوت كان كان on يعني كان الـ current بتاعي كان ماشي هنا كده يعني هلاقي ان انا الـ current بتاعي هنا بيمشي في الدايرة اللي هي بيبقى فيه L ومعاها short circuit فمعنى كده لو انا بحط voltage على L وهنا مفيش short circuit يعني هنا short circuit مفيش أي resistance خالص بلاقي ان الـ current بتاعي بتاعي الـ L ده بيزيد بطريقة linear فمعنى ان يزيد بطريقة linear معنى كده هو يبتدي بشكل معاين طبعا هم نرسم هنا الـ waveform اللي هي في الـ steady state فبلاقي ان الـ current بتاعي بيزيد من الـ initial value بيفضل طالع linear كده طول ما انا بـ apply voltage ده الميزة بقى بتاعت الـ design دوت ان هنا عشان فيه short circuit ممكن الـ current ده يكبر قوي يبقى اكتر بكثير قوي من current اللي احنا كنا شايفينه قبل كده لما كان ده in series مع الـ capacitor فاللي بيحصل دلوقتي لما انا بخلي الـ current يمشي هنا مع short circuit ممكن الـ current ده يعلى قوي بحيث لما اقفل ده لما اقفل انا الـ switch ده current ده لازم يمشي في سكة فالسكة اللي يمشي فيها هو السكة اللي هنا دي كده فالـ current العالي قوي اللي هنا ده هيقدر يشحن لي الـ capacitor بـ value عالي لان انا هنا يعني ابتديت اشحن الـ capacitor بـ value من current عالية فبقدر اوصل بالـ voltage output اللي هنا دوت ان هو يبقى actually ممكن يبقى كبير قوي compared للـ input حتى يعني ممكن الـ voltage output هنا يبقى اكبر من الـ input فممكن مثلا عمل بيها حاجة بسميها step up regulator بحيث ان الـ voltage output بتاعي هو بيساوي الـ voltage input في T على T ناس T on يعني فيه amplification للـ voltage بتاعي مؤتمد على قيمة T on بتساوي كام يعني لو انا خدت T on بتاعتي بتساوي نص يبقى معنى كده amplification بتاعي بيساوي 2 بيساوي 2 معنى ان الـ voltage output بتاعي هنا هيبقى ضعف الـ voltage input بتاعي هنا يعني معنى كده ممكن اخد 5V مثلا هنا في الـ input وطلع هنا 10V طبعا دي حاجة ممكن ما تكونش intuitive قوي بس هي واحدة من الحاجات الجميلة اللي ممكن احنا ناخدها من الـ switching mode power supplies وطبعا كالعادة الـ switching اللي هنا دوت بيحصل نتيجة ان احنا بناخد نعمل sensing للـ voltage اللي هنا وبنقرنه بـ reference عشان نزبط في الاخر output بتاعنا بيساوي كام ونسويتش على اساس الـ comparison دوت بحيث ان احنا نخلي T on بتاعتنا مظبوطة بالنسبة للـ voltage اللي احنا عايزين نعمله نوع ثالث بقى من الـ switching mode power supplies دي بتطلعنا حاجة مختلفة شوية بناخد voltage مثلا 5V ونقدر نطلع ناقص 5V يعني نطلع negative value اللي كانت موجودة قبل كده طبعا دي برضو فيها ميزة كبيرة ان هي ممكن من دايرة واحدة لو انا مثلا عندي فرضا مثلا جهاز مثلا بتاع مثلا CD player محتاج له جواه مثلا voltages مختلفة علشان مثلا الموتور بيشتغل بـ voltage معين والسنسور الموجودة بتشغل بـ voltage ثاني ممكن اخد مثلا input voltage واحد بس زي مثلا في العربية مثلا CD player بتاع العربية ممكن ياخد الـ voltage بتاع البطارية وهو internal يبقى يجنريت منه كل الـ voltage هو ما احتاجها لو هو عايز يعمل analog amplifier بيحتاج مثلا positive and negative voltages فبيعمل الكلام دا internally within the device ما بيحتاجش ان هو ياخد كل الـ voltage دي في الـ input بتاعه طبعا ممكن احنا نلاقي فيها جهزة كتيرة كمثال الـ ultrasound مثلا الـ ultrasound دا بيبقى جواه ممكن اقول مثلا ممكن يبقى جواه 10 voltages مختلفين ممكن يبقى جواه مثلا plus minus 15 volts ممكن يبقى جواه مثلا plus minus مثلا اللي هي مثلا حاجات بتاع الجزء بتاع excitation مثلا بيكلم على plus minus 100 volts ممكن يبقى في عندنا جزء مثلا الجزء بتاع switching مثلا ويجوز مثلا هو digital مثلا بيحتاج مثلا 3-3-8-10 volts وأجزاء تانية ممكن تبقى محتاج 1.8 volts فكل الكلام دا بيبقى في الاخر جاي من one single voltage فدي الحقيقة ممكن يبقى استعمال switching mode regulators بيبقى فيها ميزة نتسمح لها نحن نعمل كل الكلام دا من single input voltage فالدايرة دي بقى عشان نفكر بتشتغل ازاي هنلاقي ان هنا الـ IC ديت لما بتكون ON الـ current بتاعنا بيمشي هنا كده ننتيجا هنا فيه reverse biased diode فمعنى كده ما داش يمشي في الـ direction دا كده فيمشي هنا كده في الدايرة دي كده لو دا ON أول لما دا يقفل الـ current اللي ماشي هنا دوت لازم يلاقي سك عشان يمشي فيها current في الـ inductors ما يتغيرش instantaneously بيتغير مع بعض وقت وما ينفعش ان هو يتغير فجأة فمعنى كده دا هيدور على طريق ان هو يمشي فيه فالطريق لا يمشي فيها لا ان هو الطريق دا كده يمشي في الـ capacitor ويمشي في الـ diet الحاجة اللي احنا شافنا مختلفة بقى في الـ design بتاع الـ inverting regulator ان دا بيشحن دلوقتي في عكس الاتجاه يعني بيشحن الـ capacitor دا في عكس الاتجاه بتاعه يعني بيشحن الـ voltage بتاعنا يبقى negative مش بيشحن زي ما كنا بيشحن قبل كده بيشحن كده لا دا بيشحن في عكس الاتجاه بيشحن في الاتجاه اللي هو الـ counter clock wise فالـ voltage دا بيبقى negative voltage فطبعا دي بتبقى فيها ميزة بردو ان انا زي ما بقولي ان انا ممكن اخد positive 5 وطلع negative 5 ودي حاجة طبعا ممتازة جدا ان اتضاء نعملها طبعا بنتكلم على بردو switching بتاعنا اللي هو بيحصل في الـ IC ديت بيبقى بردو مؤتمن ان انا بسنس الـ output voltage بتاعي بيساوي كام بقرن بـ reference موجود عندي وده بيبقى موجود عادة في الـ IC بتاع الـ regulator بيبقى في عندي internal voltage reference وحسب الـ comparison دو اذا طلع بعد كده الـ proper duty cycle او الـ proper pulse width modulation لانا محتاج ان انا اعمله application على الـ switch اللي موجود عندي هنا فيه نواة بقى مختلف شوية بالنسبة للـ switch mode power supplies وبسميه الـ fly back converter الحقيقة بيبص على الثلاث انواع اللي احنا اتكلمنا عليهم بيلاقي ان هو بياخد الـ voltage input مباشرة متوصل بالـ output يعني ممكن يلاقي سكة كده ممكن نوصل يبقى فيه physical connectivity بين الـ input والـ output فالمشكلة عندنا لو احنا بناخد الـ input بتاعنا ده جايلنا مباشرة من الـ 220 وده بيحصل الحقيقة في الـ switch mode power supply مثلا بتاع الكمبيوتر بيبقى واخد الـ 220 وعمل لها rectification وبيستعملها ك- input voltage بالنسبة للدوائر اللي بعد كده بيعمل لها rectification و simple filtering بسيط جدا طبعا ده بالنسبة لنا ممكن يعمل لنا مشكلة لان هو كده بيعمل physical connection between الـ input والـ output ما بيعملش الـ isolation احنا تكلمنا عليه في المواصفات بتاع الـ power supply فاللي بيعمله هنا بقى في الـ flight back converter انه هو بيعمل electrical isolation عن طريق انه هو بدل ما بيحط هنا يعني basically inductor بس موجود وخلاص لان بستعمل هنا transformer يعني بستعمل حاجة يبقى فيها الجزء اللي هو متوسط بـ 220 يبقى منفاصل تماما على الجزء بتاع الـ low voltage يعني بطلعه من الـ power supply فدي حاجة الحقيقة مهمة جدا هدفها الاساسي منها تعمل لي الـ isolation اللي انا كنت يعني احطه كـ requirement وده الحقيقة موجود في كل الاجهزة الطبية زي ما كنت بقول فده بيفرق معي طبعا الدنيا بتبقى safer اكتر بيبقى طبعا لو حصل فيه اي مشكلة في الدائرة بتاعتي لا يمكن ان المستعمل بتاع الجهاز ده يتعرض لصدمة كهربية فده مثال الـ fly back converter الـ fly back converter زي ما كنا بقول بده ما بيستعمل الـ inductor هنا وخلاص كده لا ده هو عامل الـ inductance اللي هنا دي يعني basic حاطته كـ transformer فهو فعاليا نفس الحاجة اللي بتحصل هنا هي بتكرر هنا بس ايه في النص الـ isolation اللي بينهم ده هو ده اللي احنا محتاجينه فده لما بيحصل له switching اللي بيحصل هو الـ current اللي هنا دوت نفس الكلام يعني نفس القصة الـ current اللي هنا دوت بيبقى في الاخر الـ energy اللي موجودة هنا اللي هي الـ magnetic energy اللي موجودة طبعا في الـ transform دوت بتظهر لي هنا بحيث ان هي في الاخر تخليلي الـ اللي كان بيحصل قبل كده في الـ تات انواع اللي فاته بيحصل بنفس الشكل هنا برضو في الـ transform طبعا نخلي بقى لنا ان احنا عندنا هنا النقطة دي فمعنى كده لما يكون فيه كانت ماشي هنا مفروض يبقى فيه كانت ماشي هنا العكس فمعنى كده لما بتكلم على الـ IQ بتاعتي هنا يعني لو انا الـ switch بتاعي ده on بلاقي ان هي بتزيد بطريقة linear once ان انا عملت switching off للكلام ده هلاقي بقى ان عندي الـ VQ اللي موجود هنا دوت يبتدي بقى صفر لانه هو دهوقتي خلاص بقى يعني مش واصل بقى اي حاجة خالص يعني هنا مبقاش واصل بالـ V input مبقاش يعني background وبعد كده بلاقي ان الـ current بقى اللي موجود عندي في الـ diode هنا يبتدي يبقى نفس الـ current يبتدي بالـ initial value اللي كانت موجودة هنا دي ويبتدي بقى ينزل نتيجة انه هو هنا الـ دايرة دي ما فيقاش اي supply فبتبتدي current بتاعه يبتدي decay شوائب شوية فطبعا نحبنتكلم لو الـ current ماشي كده يبقى معنى كده يبقى ماشي كده عشان النقطة بتاعتي دي هنا يعني عشان هي حسب الـ winding حسب الـ connection بتاعتي معمولة ازاي فهنا بيعمل هنا نفس الحاجة اللي كان بتعمل نفس الـ current اللي كان ماشي هنا ده بقى ماشي هنا في الجزء اللي هو بتاع transformer التاني وبيشحن لي برضو الـ capacityنس اللي عندي هنا علشان يطلع الـ output voltage بتاع بيساوي كده هنا برضو بنفس الطريقة هلاقي ان هي الـ V input بتاعي هيبقى هو عبارة عن T-on على T-on او T-on اوكي وبنضربه بقى في حاجة additional هي عبارة عن turns ratio بتاعت الايه بتاعت الـ transformer ده نتيجة نحن بيتامل على current هنا قيمته كان فطبعا current بيتغير بتغير الايه لما بتكلم على current في primary بيبقى علاقته في secondary هي turns ratio فمعنا كده بتكلم على نفس الحاجة اللي كنت بلاقيها قبل كده في الجزء بتاع power supply اللي هو boost regulator او الحاجات اللي زي كده بقدر ان انا طبقها بالزبط عندي هنا في الـ fly back واقدر ان انا منتين بقى الـ isolation هو يكون موجود مش زي الـ boost اللي احنا شفناه ان هو ما بيبقاش فيه isolation زي ما كنت بقول عندنا في بعض الـ application زي مثلا الـ power supply بتاع الـ computer بناخد على طول AC بتاعنا ونعمل له مرحلة rectification وفلترين بسيطة جدا وناخده بعد كده نبتدي بيه على طول فورا يبقى هو ده الـ input voltage اللي انا بعمل به بعد كده الـ regulation بتاعنا لو انا بسيت على الجزء اللي هنا ده هو نفس الجزء اللي شفته قبل كده الـ voltage اللي هنا ده هو بقى rectified version من الـ rectified و filtered version من الـ AC فهنا بيبقى عندي الـ AC voltage بتاعنا الجزء بقى اللي هو فيه isolation دوت بقدر اطلع منه في الاخر output voltage بتاعي زي ما انا شفت برضه قبل كده وفي نفس الوقت بقى لاحظ هنا ان انا جزء بتاع الفيتباك اللي انا ببني عليه الـ pulse switch modulation بتاع السويتش دوت بيبقى عامل ازاي لازم يبقى هو نفسه فيه مرحلة isolation ده عادة بالناس بتستعمل فيه حاجة زي opto isolator أو optocouplers يعني او حاجة تبقى في الاخر فيها physical disconnectivity يعني physical disconnection between الطرفين دول يعني لو حصل مثلا failure في جزء ما حصليش مثلا failure في الجزء التاني فالـ isolation هي مهم جدا لان انا لو ما عملتش هنا isolation يبقى مالهاش معنى بقى اللي انا عملته هنا يبقى فيه physical connectivity ممكن يلاقي خط من هنا كده يمشي وفي الاخر يوصل من هنا لغاية الـ power supply وده في الاخر ده الحاجة اللي انا مش عاوزه فالـ isolation ده جزء مهم جدا لازم نبقى واخدينه في اعتبارنا في الـ feedback loop اللي احنا بنعمل بيها adjustment للـ pulse width modulation لو حبينا بقى ناخد مثال عملية على الـ switch mode power supplies انا هاخد مثال الحقيقى لطيف بتاع الـ LM2577 اللي هي الـ adjustable power supply ده الحقيقى مسته ان انا بقدر ان انا adjust الـ output voltage بتاعه حسب الـ resistors اللي هي R1 و R2 قيامهم بكام طبعا ممكن نرقيه برضو different packages ممكن نرقيه في حاجة اللي هي D-O 20 بالشكل ده كده او ممكن نرقيه في شكل D-Or Inline Package بالشكل ده كده وطبعا كل واحد فيهم بيبالاة مختلفة الميزة الموجودة في الـ shape دي الحقيقى ان هي دي حاجة موجودة already يعني موجودة في الممكن انا اروح اشتريها بيبقى فيه دايما في الـ data sheet بتاعيتها لو انا نزلت الـ data sheet ديت لو انا بس مجرد دورت باسم الـ data sheet نفسها اسم الـ component نفسها بقدر الاقي الـ data sheet نفسها بقدر انازلها بلاقي فيها typical circuit بالشكل ده كده دي عبارة عن typical design انا باخد plus 5V input وبطلع 12V current .8 ampere طبعا بكلم عن المكونات دي زي ما هي كده تشتغل يعني او انا حطيتها نفس القيم بتاعتها كده تشتغل والقيم نفسها اللي موجودة في الدايرة بتبقى دايما من القيم اللي احنا بنلاقيها موجودة فعلا في السوق يعني ازا ما احنا كنا منتكلم قبل كده ان مش اي قيمة للـ resistors نلاقيها ولا اي قيمة للcapacitors بنلاقيها زي ما اتكلمنا في اول محاضرة لا الدواير اللي بتبقى typical circuit زي كده بقدر الاقي المكونات بتاعتها كلها موجودة والدايود اللي هنا برضو حتى نلاقي الدايود دا برضو نقدر نشتريه اللي بقى موجود برضو في السوق ما بفوهش مشكلة ويبقى very commonly used كمان مش بيبقى حاجة مثلا من الحاجات النادرة يعني فمعنى كده بتبقى ميزة كبيرة نحنا ناخد الدائرة دي ونطبقها على طول مباشرة وزي ما احنا شايفين هنا الـ voltage output بتاعي بتغيير R1 و R2 ممكن نحنا نغير الـ output voltage بتاعنا دا بيساوي كم في الحالة دي هو عامل adjustment لدول بحيث ان في الاخر يطلع الـ output voltage دا بيساوي 12V طب هو دا بيحصل ازاي بقى ودا انهي نوع بقى عشان اتخال دا انهي نوع بيبتدي بقى نبص على الـ internal block diagram بتاعه فنبص على الـ block diagram كده بتاعه ونشوف الـ timing diagram بيبقى عامل ازاي دا الـ block diagram بتاع الـ 2577 هنلاقي ان هو بيبقى فيه نفس المراحل اللي احنا تكلمنا عليه الحاجة الاساسية بتاعتنا طبعا هي جزء بتاع الـ switch بيبقى دا جزء اللي هو بتاع الـ IC بقى اللي بتتحكمني في الـ voltage دا بيساوي كم بيبقى فيه عندي هنا دا الـ inductor اهو بتاعي وده الجزء بتاع الـ diode لو احنا بصينا عليه كده نلاقي نفس الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده في الـ boost regulator وهنا برضو كبسة نفساتنا هنا بيبقى فيه عندي هنا الـ two resistors دول هو بيعملي sensing بيهم للـ voltage الـ output دا بيساوي كام وبياخد دا بعد كده يتقارنه بـ reference voltage عشان في الاخر يطلع منه في الاخر الحاجة اللي هتكنترول الـ switch دا بحيث ان هو في الاخر يبقى ماشي مظبوط يعني مثلا لو لقيت ان الـ voltage output بتاعي دا اكبر من اللي انا عايزه دا بيبقى الـ voltage دا بيبقى اكبر فمعنى كده ما قارن دا بدا بلايه اكبر فمعنى كده ان دا الـ output بتاع دا يبقى negative فnegative دا معناه ان هو يقلل شوية الايه الـ pulse width modulation بتاعي يبقى اقل شوية وهكذا نفضل بقى شايفين الـ كل ما دا يتغير مثلا يبقى اقل يبقى العكس يحصل يبقى دا اكبر من دا يبقى معنى كده يحاول ان هو يخلي التغيير اللي حصل دوت يحاول يعاكس تاني يبقى مظبور لو احنا بصينا بقى على الـ waveforms عشان نتخيل الدين يا ماشا ازاي الـ switch دوت لو احنا بنتكلم على الـ switch دا كان on او off لو بكلم على ان هو off يبقى معنى كده بكلم على الـ voltage اللي هنا دوت دا عبارة عن هيبقى عبارة عن voltage input بالظبط لو هو on يبقى معنى كده بيبقى short circuit يبقى معنى كده وصل على ground خالص فاللي بيحصل هنا دلوقتي في الجزء اللي هو off الـ current بتاعي دوت ماشى مالوش طريق تانى غيره يمشى في الـ diode هنا ويشحن الـ capacitor لما بـ switch it on يبقى معنى كده الـ current دلوقتي هيلاقيه طريق اسهل عشان يمشى فيه فيمشى هنا فلما يمشى هنا في الـ direction دا كده يبقى معنى كده انا بقلل الـ voltage اللي هو جايه لي هنا في الجزء بتاع الـ diode دوت او ممكن انا نتخيلها بقى بنفس الشكل بتاع البوست انا بشغل ده بيبقى on في الاول بحيث انا اكون هنا current يبقى عالى يعني current اللي هنا اللي يبقى ماشى ده يزيد بطريقة linear زى ما احنا كنا بنقوله قبل كده وهيزيد بطريقة linear دوت اللي هو الـ switch current ده لما يزيد بطريقة linear كده وانت ان انا عملت switching لده off ما عندوش طريق غيره يمشى جوا في الـ diode بتاعي هنا فانت ان هو ماشى في الـ diode بتاعي هنا يبتدى يشحنى الـ capacitor ممكن يبقى اكبر من الـ voltage الـ input بتاعي اوكي فزى ما احنا بنشوف كده لقى الـ inductor current او الـ switch current اللي هو خلينا في الـ inductor current الـ inductor current ده في المرحلة اللي هي switch فيها on بيزيد وانت ان خليت switch بتاعي off current يبتدى يتحرك في التجاهة العاكل اللي هو التجاهة بتاع الـ diode والـ capacitor الـ capacitor يبقى معني كم TdL عشان ماولوش supply فحنلاقى ان احنا لو شوفنا الـ current اللي ماشى في الـ diode اللي هو هنا والـ current اللي ماشى فيه switch اللي هو هنا هلاقى ان كل واحد فيهم جزء من الـ الـ inductor current يعني في المرحلة اللي هي فيها الـ switch بتاعي on بيلاقى ان الجزء ده هو نفس الجزء ده فالمرحلة switch بتاعي off هلاقى ان الجزء دوت هو نفس الجزء ده فهي فعاليا الكارن بتاعي الـ inductor اما يمشي في الـ switch عشان يزيد او يمشي في الـ diode عشان يقل في الاخر خالص الحاجة اللي مشيه لي هنا دي بتشحن لي الـ capacitor بتاعي وفي الاخر بتطلع لي الـ voltage اللي انا عايزه في الـ output طبعا حسب الـ sensing voltage هنا هو بيغير الـ switching بتاعي هنا او pulse- switch modulation بتاعي اللي هنا وبالتالي بيغير لي في الاخر الـ current دا هيزيد غاية cam وبالتالي هيغير لي برضو الـ capacitor دا هيشحن بقيمة cam طبعا دا مثال بسيط جدا والحقيقة عاملي جدا ممكن احنا نطبق على عطول مباشرة بحيث ان احنا نتخيل الـ voltage بتاعنا او الـ power supply بتاعنا اللي هو مبني على الـ switch mode power supply نقدر نصميمه ازاي ممكن احنا نجرب بقى تجارب كده علشان نشوف الحاجات دي نعملها ازاي باستعمال IC مثلا زي اللي احنا شفناها دي ممكن احنا نديزاين AC to 5V linear power supply دا AC to DC converter او AC to DC power supply دا برضو بنعمل بقى بالطرق العادية بيبقى في ترانسفورمر ويكتفاير وفلتر وبعد كده بيطلع الاوبار بتاعنا ممكن نصميمه ازاي 12V و 5V دا ممكن يبقى back regulator دا بيبقى يعني step down power supply back regulator ممكن يشتغل فيه كويس ممكن نعمل 5V و 12V دا ممكن يبقى نفس المثال اللي انا كنت بكلم عليه من شوية اللي هو بيبقى boost regulator ممكن نعمل 5V و minus 5V دي برضو ممكن انا استعمل فيها ال inverting regulator بقى فده برضو ممكن يبقى برضو يبقى مفيد بنسبانا عشان نشوف التصميم بتاعه بيعمل ازاي ممكن بقى نستعمل ال offline fly back regulator بياخد ال AC ويطلع لنا على طول 5V ويشوف التصميم بتاعه بيعمل ازاي طبعا الخبرة اللي بناخدها ان احنا مجرد بنبص على ICs علشان نقدر نطلع منها ال output voltage سبايتنا دي ممكن يخلينا بعد كده ما نبص على power supply بيبقى متخيلين اللي بيحصل فيه انما لو احنا مش عارفين الفكرة الاساسية بتاعة switch mode power supply بيبقى فمنتاز صعوبة بالنسبة لنا الحقيقة ان احنا نقدر نتعامل مع دايرة يعني يعني فيها مكونات مش عارفين بتشتغل ازاي ومش عارفين الفكرة الاساسية بتاعته عاملة ازاي طبعا من اللي بنصح بيه برضو الناس تحاول في المعمل ان هي تشوف مثلا PC power supply اللي هو اي PC power supply طبعا بيبقى منتشر كتير في معامل بتاعة الكليات ممكن نبص على ال output بتاعه ونبص عليه في ال AC mode يعني نشير DC خالص لو احنا بنبص في الاستيروسكوب مثلا بنقدر احنا نعمل حاجة زي filtration لDC بحيث ان احنا نبص على ال AC value بس فمنبص بقى نشوف ساعتها لو احنا عندنا خمسة فولت بنشوف بس الفولتج اللي هو الريبلز اللي موجودة على الخمسة فولتج شكلها عاملة ازاي دي من الحاجات الجميلة اللي احنا نشوفها عشان اتخيل انها موجودة لان بعض الناس ما تتخيلش انها موجودة اصلا فدي حاجة مهمة ان احنا نشوفها وممكن بيها نميز ال quality بتاعت ال power supply بتاعتنا عاملة ازاي وطبعا يعني من الحاجات الجميلة اللي ممكن الناس تتعلم منها كتير نت implement power supply of your choice يعني تجرب منها تعمل بقى تجيب مكونات وتعمل power supply بأيديها ودي من اول الحاجات اللي لازم الناس اللي بتشعر في الإلكترانيكس تعملها عشان الجزء بتاع ال power supply ده من اهم الاجزاء اللي ممكن الناس تتعامل معها وفي نفس الوقت ده بيسمح لنا بعد كده ان احنا نبني عليه بقى دواير تانية ونقدر ان احنا يبقى ال power supply ده دايما بنستعمله مع كل الدواير ان احنا بنصممها بعد كده